التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وزيادة مجالات التعاون العسكري كذلك جهود القوات المسلحة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة بالإضافة إلى ملف التدريبات المشتركة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالسيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لكل البلدين تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين كذلك جهود القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بزيارة وزير الدفاع الأمريكي لمصر والتي تأتي امتدادا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات العسكرية وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلب المصالح المشتركة للبلدين من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي على حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية ورائضة بالمنطقة فضلا عن دورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط معاربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجال العسكري حضر اللقاء الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكل البلدين